بسم الله الرحمن الرحيم أهل وسهلا بحضراتكو وفاصل فوريكس فاندينج طبعا أحد الأصدقاء العزاء قال لي أستاذ علي طب اشرح هذه الشركة وقل لنا رأيك فيها طيب تعالى نشوف هذه الشركة طبعا بتتبع مسألة اللول الحساب اللول فيست شالنج وان فيست شالنج يعني حساب مرحلة وحيدة تمام وليس مرحلتين الأسعار عندهم يعني معقولة يعني العشر تلاف هتلاقيه بكام بمية خمسة وستين دولار الخمسة وعشرين بميتين خمسة وعشرين الخمسين بتلتمية وتلاتين المية بكام بربعمية وتسعين الميتين بتسعمية تسعة وعشرين وعندهم حساب الخمسمية ألف الخمسمية ألف 2440 تمام طيب هنا بيقولك المدة مفيش أي مشكلة مينموم تريدينج ديز لأيام النشطة هو يوم واحد فقط لا غير بيحتاج تعمل عشرة بالمئة تمام مينموم لوز ماكسيمم لوز أربعين ألف تمام تمانية بالمئة تمام التراجع الكلي تمانية بالمئة والتراجع اليومي أربعة بالمئة عشرين ألف ده في الحساب الول ده في الحساب الول الخمسمية تمام واللوفردج معاهم واحد مئة رفعة طيب كلام حلو قوي وشفنا حاجات كتيرة في الشركة لكن تعال بقى نشوف الشروط بص بقى هدخلك على أهم حاجة عندهم تمام وهي قواعد الاتصاق قواعد الاتصاق هو بيقولك إيه أول حاجة وهي إنك مطلوب منك عشر أيام تداول نشط دي أول حاجة علشان تسحب السحب الأولاني بتاعك لازم تكون تدولت عشر أيام تداول نشط وبعد كده مافيش مشكلة خمس أيام تداول نشط السحب التاني تمام طيب هنا بقى قاعدة الاتصاق الخاصة باللوت سايز افرح يا حسين هايس حسين هذه الشركة لا تصلح يا سادة يا كرام ومن يدخل فيها فليتحمل يقعد بقى يقولك المتوسط وتقعد بقى تحسب متوسط الصفقات متوسط حجم اللوت تمام هو بقى عمل لك أمثلة على المتوسطات لو انت دخلت بكذا وبعد كذا دخلت بكذا يبقى المتوسط طالما وجدت هذه القاعدة في هذه الشركة خلاص ما تكملش الفيديو يعني انا مش هكمل الفيديو مش هكمل باقي القواعد مش عاوز اعرف باقي القواعد الخاصة بهذه الشركة لان دي هتكون حجتهم في عدم الدفع طالما وجدت هذه القاعدة فلذلك الحذر التام من هذه الشركة طبعا لما تدخل على تراصة بايلوت طبعا احنا شوفنا ايه كانوا بيردوا على الرجل ده كانوا بيردوا على الرجل ده ده كان جاي من النطاق الخاص بيهم النطاق الشركة تمام؟ الدومين الخاص بالشركة وبتاعة وبتكلم عن ازاي الدومين ده لسه حديث ومش عارف ايه والكلام ده لكن انا ببص ليه القواعد هل القواعد دي تنفع ولا ما تنفعش خصوصا بقى عنده برضك حتة اللي هو ايه بقولك ايه؟ هنسمح لك بالـ HFT تمام؟ لا يوجد شركة محترمة على مستوى العالم تسمح بقاعدة الـ HFT عشان بس تكون عارف لا توجد شركة محترمة في العالم تسمح بهذه القاعدة ايه هي القاعدة اللي هي HFT دي؟ ان انت تشتغل مثلا 20 لوت ستندر 15 لوت ستندر وتفتح وتسكر فيه خلال ثواني معدود الكلام ده اي شركة محترمة ترفضه فمعنى ان الشركة دي تقبله كمان انت بتقبل كمان الاكسيبرت ما انت فيه ناس معاكسيبرتات بتشتغل HFT فلا يوجد لا ما ينفعش ولا يجوز ولا يصح تمام؟ لان لو حد اشتغل باكسيبرت HFT ده يخرب بيت الشركة يخرب بيتها فعلا تمام؟ فالحقيقة انا بصت على قواعد كثيرة بصت على حاجات كثيرة في هذه الشركة وبينهم برضك عاملين وقت كبير لمسألة السحب والمراجعة فكل هذا الكلام يقول انها شركة غير جيدة وسيئة للغاية فحزاري انك تدخل فيها ده كان شرحينا الموجز والبسيط والملخص لفاست فوريكس فاندنج شكرا جزيلا والتوفيق ان شاء الله